خرج ابني يوم 17-12-2011 خرج ما شفتهش تاني بعد كده عدت شهر دور عليه لفت عليه جميع أنحاء حتة في مصر أولا كانت طاجة من البيت كانت طاجة من الشطف ومستحمل وعمل ريح على نفسه وكل حاجة ثم بعد كده أول ما تجع قلت له ريح فين يا أحمد قال لي ريح فين مش بره ريح فين قال لي ريح مش بره قال لي ريح معك ألها 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 فالمهول بعد شهر لقيته بالمنظر دي في المشرحة في مشرحة زين ولقيته صدفة رغم أن رحت المشرحة أكتر من مرة وأنقروا مني وفي النهاية في واد هناك صعب عليها تقريبا فدلنا عليها خلاص واخد بعض وماشي أنا ومعانتا رح منده عليها تاني ما نده علي جال لي طب هات الصورة تاني كده هو ابني قبيضاني حد رح جال لي طب استنى رح داخل رح دابل الترنج بتاع ابني من دو ورحت مسكة في الترنج اتفاجأت بعد كده يا ابني جي من نين قال لي جي من اسم قصر النيل يوم اتنين وعشرين حداشر يوم اتنين وعشرين اتناشر 2011 قال لي يعني بقاله أنا بالظلط اتنين وعشرين يوم كده كلام ده كان يوم خمستاشر واحد اتنين وعشرين اللي أنا لقيته فيه شبهو عشان ما عرفوش شبهو عشان اللي ده نقدرين ده دليل واضح انه اربع مرات اسأل عليه ويكفرون منه فالربون ده خلونا عوضة فيها حوالي عشرين او اتنين وعشرين 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 شرط المسطحات اللي هي طلعتهم رح تسألتهم عن موضوع ده قالوا ابنك مطلعينه سليم ما كانش فيه حاجة وقال لهم طيب ايه المنظر دول وقال لهم طيب معلش امال ايه ده يعني ازاي السلمو انت بتقولوا ما مفوش حاجة قال لك اتشوف المشرحة فرجعت قلت له طيب وبعدين يعني قال لي لأ انت بص محضر اسمات حالة يبقى يلك ودفن ابنك عشان بيتعذب قاله اتنين وعشرين يوم وبعد كده هي هجيبلك حقك والتقارير هو اللي هيأكد حقك كمان هيطلع بعد شهر او في خلال شهر بنفس اللفظة كده قال لأروح من ربنا فين فطبعا انا دفنت ابني اسمعت كلامه وبقال النهاردة اتناشر شهر ادايخ معهم عشان اوصل لدليل ابني مش عارف فاللي عمل كده في ابنية حاسم وانا رحت لانا عزة نبعت رسالة للدكتور محمد مصي انا رحت وجبالتي وقال لي حق الشهداء في رجبتي وانا هنتصل عليكم ولا حد اتصل علينا اسمه اسر النيل راح هدد المحامية وبعتلها اتنين احنا عارفين بيتك في اخر الشارع واما والدتك ستة كبيرة وبعدها عن قضية احمد محمود وقلوا الوالدتي لها اخ تخاف عني يعني يعني ياخدوا ابني التاني يعني البقاحة بتاعتهم ازاي ان هما بيهددون وبقولوا الوالدت اتخاف على اخوه التاني الحمد لله يا ابني الحمد لله يا ابني دي ساب والله ما بيضع لغلبان يا ابني بيضع لغلبان قالوا لك انك لو ناس قوية مش مامة كانوا ظهروا حقها يا ابري ich اجلب يعني انا فهم انا فهم انا فهم تغير تعلم انا فهم أجيب أجيب أنا أجيب العظيم أجيب حق أخويا حتى رأى واحد ثلاث حتى رأى في مين حق الشهداء أجيبكم أجيب حتى رأى مين عايز يحوشني؟ أبدا أجيب أن أستنى لغيرنا ما أخذ حق أخويا